السلام عليكم متتبعي قناة حلويات كراميلا اليوم سوف نرى طريقة تحضير الدجاج مفور و محمر مرافق بالشعرية الصينية و الخضار اذا اعجبكم الفيديو اشتركوا اشتركوا في القناة و اشتركوا في القناة و السيطان اللي غسلتها و بيتها في الملحة و الحامض ليلة كاملة هنا دجاجة لحسب عدد الافراد انتو ما تحكموا فيه كبير او لا صغير او لا جوج دجاجات او لا ثلاثة كتحكموا حتى في العدد هنا عندي الخضار اللي غادي نرافق بهم هاد الشعرية و الدجاج عندي الجزر قرع الاخضر و كذلك البطاطس اللي سلقتهم شي شوية في الماء عندي هنا يا قطع ديال الكبدة ديال الجج صبور مدقوك مع الملحة و شوية ديال التومة زيت المائدة عندي قطع ديال الحامض مصير و قطع ديال زيتون مقطع هنا يا بنسبة للتوابل تجفف الاحمراء او الا البابريكا فلفل اسود الكمون و شوية ديال التومة و الملح نبدو على بركة الله هنا غادي ناخد واحد الكيمية من القصبور اللي غادي نشرمل بها دجاجة و هاد الكبدة غادي ناخد نصف الكيمية من هاد هاد التوادي غادي نضيف شوية ديال الماء غادي نضيف شوية ديال الخل كنشرمل مزيان بجاجة من بره من الداخل من بعد كنضيف هاد الكبدة كلها هنايا كنخلطها فاد شرمله هاتي كلها اللي و قد هنا غادي نكتفو لها بجيلات و هنا يمل احسن اننا نشرملو هاد جاجة هادي بليلة قبل كناخد هاد الاستيك الخاص ديال اولا خيط مجانع انا هنايا غادي نضيف ها في الكوكوت يعني يتفور في الكوكوت اللي ما عديوش الكسكس دير الكوكوت يضيرو اغف في الكسكس العادي كسكس اللي قابل بوفيت طعم العادي هادي نجيب هاد الكبدة هادي هذا ها ها نضيف ها ها في الجنب احتى ها ها نضيفها هنق ونصد عليها مزيئ ونضيفها الطيب حتى تبدأ تفرر الكوكوت نقص عليها قريبا تأخذ عليها ناس ساعة هنا نأخذ شرمولة وضفت لها التوابل نفس التوابل نضيف كمية كبيرة نضيف الزيت لكي لا تتعجي هذه الشرمولة سنشرم بها وكذلك حتى هذه الخضرة نضيفها فوق البطن وضيفها ثلاثة دقائق هنا نضيف شرمولة نضيفها ونضيفها ونضيفها بها الطريقة هذه الخضر لكي دخل فيهم هذا الشرمولة هنا تجربة المكتب نضيفها في طبسة الفراء نضيفها نضيفها ونضيفها نضيف الزبدة ونضيفها نعود ندهنها لكي تتحمر مزيان بعد ما طيبتها 5 دقائق في المغليان كل شيء يعرف كيف تطير نحلها و نقسمها و نقطعها شوية بالمقص مزيان بهذه الطريقة هنا نأخذ شرمولة نضيف هذه المغليات نأخذ زيتون مصير هنا حسب الضوء و نضيف الزيتون و قطع و نحرق مزيان هنا نأخذ طبصل و نضيفه دجاجة اللي حمرت و نضيف هنا الشعرية هنا الجوانب هنا بعد ما درت ذلك الفير ميسيل دورت هنا الخضراء اللي دخلنا مع دجاجة الفران هنا نأخذ ديك الكبدة اللي شرملنا و نستفعب هذه الطريقة هنا نأخذ هذا كيردون و ندخل فيه المورتاديلة و الزيتون و هنا عندي الفرماج حمر هذه الطريقة فقط نزينه هذا الشكل النهائي لذلك للطبق يجينا على هذا الشكل هذا اللي أجبتكم وصفتي اليوم ديروا جاي مبارتجي و شاركوا في القناة باش توصلوا بجديد هالوصفات نطلقها في الصفوخة إن شاء الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة